الخبر المؤسف طبعا أكيد حضراتكم تابعتم اللي حصل الامبارح من سقوط صور أحد مدرجات صارت حسن مصطفى في أكتوبر أثناء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة للأسف الشديد نتج عن هذه الواقعة العديد من الإصابات بين جماهير الاتحاد السكندري تحديدا وفقا لبيان وزارة الصحة بتصل الإصابات تقريبا لـ 27 حالة واسمعنا عن أن في حالة أو حالتين الإصابة فيهم شديدة حبتين وتم نقلهم بطبيعة الحال للمستشفيات مختلفة حاجة مش لطيفة طبعا الكل اتفق على إلغاء طبعا المطش ده والجميع الحقيقة كلمة الجميع تشمن جماهير الأهلي وجماهير الاتحاد السكندري والمسؤولين من الجانبين كلهم اتجهوا مباشرة للمستشفيات للإطمئنان على كل المصابين وطبعا لازم هنا نتوجه بكل التحية والشكر والتقدير للجهاز الطبي للنادي الأهلي وأيضا لنادي الاتحاد السكندري اللي ادخلوا فورا في محاولة سريعة لإسعاف المصابين قبل حتى ما توصل عربيات الإسعاف ويتم نقلهم للمستشفيات طبعا بنتمنى السلامة للجميع وكمان الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة كانوا حريصين جدا الحقيقة على مصحبة المصابين من جماهير نادي الاتحاد السكندري في مباراة طبعا السوبر لكرة السلة إلى مستشفى 6 أكتوبر لدعم ومساندة المصابين وكمان عشان يتأكدوا هم بيتلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأيضا الوقوف إلى جانب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أكيد برئاسة الأستاذ محمد مصالحي اللي هو كمان أكيد طبعا متواجد في ذات المستشفى للإطمئنان على كل المصابين طبعا حدث مؤسف وما نحبش نشوف يعني النوع ده من الأحداث بتحصل بنتمنى أكيد السلامة لكل المصابين وبنتمنى عدم تكرار مثل هذه الحوادث لأن احنا بنتكلم على حاجات على كل الأصعدة ماينفعش إن هي تحصل الحقيقة